قال نبينا صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحييكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج حلول نبوية اليوم أو في هذه الحلقة رح نتكلم عن قضية مشكلة الظلم مشكلة الظلم وإذا تكلمنا عن هذه القضية لا بد أن نعرج على واحد من أعظم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا التابعي الذي كان يروي الحديث عن أبي ذر الغفاري هو العالم الجليل والإمام أبو مسلم الخولاني أبو مسلم الخولاني هو طبعا من كبار التابعين وأصله من خولان من اليمن كانوا يقولون إذا روا هذا الحديث حديث إني حرمت الظلم على نفسي كان لا يقف وهو يروي الحديث ولا يجلس وهو يرى الحديث بل يجثو على ركبتي لعظم هذا الحديث عند هذا التابعي الجليل العالم الجليل أبو مسلم الخولاني لأنه يرى أو أبو مسلم الخولاني لأنه يرى أن هذه القضية هي واحدة من أصول الدين تحريم الظلم بين الناس لكن عندما نتكلم عن قضية الظلم الظلم كما نقول في لغة العرب قالوا الظلم وضع الشيء في غير موضعه وكذلك قالوا الظلم التصرف في حق الغير بغير وجه حق أعتدي على حقه أعتدي على عرضه أعتدي على أمواله أسلبه حياته اعتداء عليه يسمى أيضا ظلما الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن قضية الظلم طبعا الظلم أنواع في ظلم الإنسان لنفسه وهو من أعظم الظلم قد يقول شون نقول قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أعظم ظلم يمارسه الإنسان على نفسه هو أن يشرك بالله سبحانه وتعالى أن ينكر حق الله سبحانه وتعالى في أن يعبد في أرضه وأن يقدس وأن يسجد له وأن يركع له الله سبحانه وتعالى هذا حقه لأنه هو الخالق هو الذي أوجدنا هو الذي خلقنا هو الذي رزقنا هو المحيي هو المميت هو مالك يوم الدين فإذن أعظم حق لله سبحانه وتعالى علينا هو أن نعبده ولا نشرك به شيئا الظلم الثاني ظلم سياسي قهر سياسي نظام يقهر شعبه نظام يقهر أفراد الشعب فلا يعطيهم حقوقهم الحريات السياسية لا يعطيهم حقوقهم مثل قضية مثلا النظام الاشتراكي ما كان في قضية التملك حق التملك غير موجود ما أستطيع أن أمتلك أرضا أو أشتري بيتا أو عقارة ما كان موجود في النظام الشيوعي أيام الاتحاد السوفيتي هذا يعتبر ظلم من الظلم السياسي لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما في مصنف عبد الرزاق إمام أهل اليمن يقول يرفعه يرفع هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام خير أمراءكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم وشر أمراءكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ولا شك أن قضية المحبة هي نابعة من العدل ولا شك أن قضية البغض واللعن هي نابعة من قضية الظلم والاعتداء والتسلط على عباد الله عز وجل النوع الثاني من الظلم نسميه الظلم الفكري وهو في قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فرعون متسلط حتى فكريا لا يسمح بأي إنسان أن يبدي رأيه هذه فرعانة يسمونها لذلك أي نظام لا يوجد فيه برلمان لا يوجد فيه مجلس شورى لا يوجد فيه مجلس أمة هذا يعتبر نظام ظالم ولذلك كان علاج الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه القضية هي مبدأ الشورى الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه المعصوم يأمر نبيه الذي لا يخطئ الذي لا يعص الله سبحانه وتعالى فيقول له وشاورهم في الأمر ويقول له وأمرهم شورى بينهم كما في سورة الشورى الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أمر يهم الأمة إلا وكان يشاور أصحابه ويأخذ برأيهم كما أخذ برأيهم في حفر الخندق كما أخذ برأيهم في توزيع إعطاء بعض الأعداء جزء من ثمار المدينة المنورة كما أخذ رأي الصحابة حتى في حادثة الإفك عندما قال المنافقون وتعرضوا لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أم المؤمنين عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم استشار شاور الإمام علي وشاور أسامة بن زيد في هذه القضية وأخذ برأيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشاور كل الناس وهذا يمنع قضية الظلم الفكري والاعتزاز بآراء الشخصية فقط أنا اللي يعرف كل شيء وأنتم ما تفهمون شيء عندنا الظلم المالي قضية الاستئثار بالأموال قضية الاستئثار بالأموال الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر أن قضية المال إن كان عند السلطان أو كان عند الوزير أو كان عند مدير الإدارة المال الميزانية المخصصة لوزارته مخصصة لقسمه هذه تعتبر أمانة ويجب أن يراعي الله سبحانه وتعالى وإلا يعتبر هو ظالم ظلما ماليا يبدأ يأخذ الأموال وما إلى ذلك ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون عندما نتكلم عن هذه القضية قضية الظلم السياسي قضية الظلم الفكري وقضية الظلم المالي الرسول صلى الله عليه وسلم كان واضحا وصريحا حتى مع الأنصار قال إنكم ستجدون بعد أثرة أي استئثارا بالأموال مع أن الأنصار هم الذين أقاموا الدين الأنصار هم الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنهم سوف يجدون بعض الاستئثار من الأموال عنهم فقال لهم فاصبروا حتى تردوا علي الحوض أن هذا قضية الصبر في ظلم الأموال وقضية الصبر أيضا محتاجين نحن أيضا في هذه القضية لذلك عليه الصلاة والسلام قضية الخروج على الظالم جمهور العلماء لا يرى قضية الخروج على الظالم إلا إذا صار هناك كفرا بواحا لنا فيه عند الله عز وجل برهان عندنا دليل واضح على أن هذا السلطان مارس الظلم الأكبر والأعظم وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى هنا حتى يكون هناك فيه قروج ولكن لا نخرج على سلطان مارس بعض الظلم الفكري مارس بعض الظلم المالي مارس بعض الظلم السياسي لأن البلاد تفسد وتنتشر الفتن بين الناس وتسيل الدماء ولذلك نحن نحرص دائما ويحرص الإسلام على قضية تقنين قضية الظلم وكيف نتعامل مع الظالمين هل نصلي خلفهم؟ نحن نصلي خلفهم حتى نصلي خلف الفاسق الرسول صلى الله عليه وسلم ديننا نظام شامل يتعامل مع كل المشاكل الموجودة في الحياة ويمكن من أكبر المشاكل الموجودة في الحياة هي قضية الظلم قضية الظلم، ظلم الحاكم، ظلم الزوج، ظلم الزوجة، ظلم الأولاد لآبائهم كل هذه القضايا نحن نسميها ظلما ولكن لها مسميات أخرى في شرعنا وفي ديننا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال نبينا صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر